الوصف التقني مستشعر موضع مفتاح سي دائرة منخفضة المدخلات ماذا يعني ذلك؟ رمز مشكلة التشخيص DTC هو رمز مجموعة نقل عام مما يعني أنه ينطبق على المركبات المجهزة OBD2 على الرغم من أنها عامة قد تختلف خطوات الإصلاح المحددة اعتمادا على الصنع أضرازه يعني رمز P0227 أن كمبيوتر السيارة اكتشف NTPs مستشعر موضع الخنقي يبلغ عن جهد منخفض جيدا في بعض المركبات يكون الحد الأدنى 0.17 إلى 0.20 فولت تشير سي إلى دائرة أو مستشعر أو منطقة معينة من الدائرة هل قمت بتعديله عند تثبيته؟ إذا كانت قيمة الإشارة أقل من 17 فولت فسيقوم PCM بتعيين هذا الرمز يمكن أن يكون مفتوحا أو قصيرا على الأرض في دائرة الإشارة أو ربما فقدت الجهد المرجعية 5 فولت قد تشمل الأعراض ما يلي جراحة التعطل الخشنة أو المنخفضة التباطؤ لا تسريع قليل قد تظهر أعراض أخرى أيضا الأسباب قد يعني الرمز P0227 حدوث واحد أو أكثر مما يلي لم يتم تركيب TPS بشكل آمن دائرة TPS قصيرة إلى الأرض أو سلك آخر معيب الحلول الممكنة للكمبيوتر التال في TPS PCM بعض خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها المصابها هي تحقق بعناية من مستشعر موضع الخانق TPS وموصل الأسلاك والأسلاك للكسر وما إلى ذلك الإصلاح أو الاستبدال حسب الضرورة إفحص الجهد عند TPS راجع دليل خدمة لسيارتك للحصول على معلومات محددة إذا كان الجهد نخفضا جيدا فهذا يدل على وجود مشكلة استبدلها إذا لزم الأمر إذا تم استبدال TPS أخرى فقد تحتاج إلى تعديل في بعض المركبات تستدعي تعليمات التثبيت محاذاة أو تعديل TPS بشكل صحيح راجع دليل الإصلاح للحصول على التفاصيل إذا لم تكن هناك أعراض على الإطلاق فقد تكون المشكلة متقطعة وقد يؤدي مسح الرمز إلى حل المشكلة أقطا إذا كان هذا هو الحال فيجب عليك بالتأكيد التحقق من الأسلاك للتأكد من أنها لا تحك أي شيء أو التأريد وما إلى ذلك قد يعود الرمز مرة أخرى